موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من نهار جديدة تجدد اللقاء ان شاء الله النهاردة عندنا مجموعة من الفقرات نتمنى يا رب انها تنال اعجاب حضرتكم لكن خلوني في البداية انا باشكر كل التواصل والتفاعل ايجابي سواء من المشاهدة او حتى التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج نهار جديد واكيد كل موضوع بيكون داخل ميدة الحوار بناء على طلبات حضرتكم والموضوعات الهدفة اللي بتضيف للمشاهد الكريم هنبدأ فقراتنا النهاردة بموضوع فغاية الاهمية خاصة بالموالح المصرية وكما يعلم الجميع ان مصر الحمد لله رب العالمين تتميز بزراعة الموالح وتحتل مكانة كبيرة جدا ما بين المراتب حول العالم لانتاج الموالح وكمان عندنا نسبة كبيرة وجيدة من التصدير للموالح بانواعها المختلفة اعتقد هناك الكثير من التحديات التي تواجه العالم باثري خاصة بها التغيرات المناخية واكيد الموالح من ضمن الزراعات اللي بتواجه بعض هذه التحديات عشان كده النهاردة فقراتنا هتكلم بعنوان مستقبل زراعة وانتاج الموالح في ظل التغيرات المناخية مع ضيفنا العزيز الدكتور فريد محمد رحيم عطية باحث بقسم التكنولوجيا والحصائيات البستانية بالمركز القوم البحوث برحب بيك يا دكتور وتحياتي حضرتك يا فان برحب بيك يا أستاذ عاصم وأهلا وسهلا بحضرتك في البداية نسعيد مع حضرتك للمرة التانية بسم الله الرحمن الرحيم الموالح من أهم المحاصيل الفكهة الاستوائية الموجودة في مصر خلال فترة الشتاء وتعتبر هي ملكة الفواكه في الفترة دي لأن ما فيش أي محاصيل موجودة غير بعض أصناف أليلة من الفواكه التانية زي الموز وغيرها يعني فهي تنوع أصنافها بأدى إلى انتشارها بشكل واسع جدا سواء في التسويق أو إقبال المستهلكين عليها هنلاقي طبعا البرتوالة بصرة وهنلاقي اليوسفي وهنلاقي الليمون والبرتوالة الصيفية بيطلع برضو بياخد مرحلة كبيرة جدا ما موجود في الصيف عشان احتياجات العصير والكلام ده كله الأول الموالح من أهم المحاصيل الفكهة برضو الليها تأثرت تأثير كبير بالتغيرات من أخيها الأخيرة طبعا شأن معظم محاصيل الفكهة فبالتالي اتأثرت تأثير كبير سواء أثر في النمو الخضري والنمو السمري والزهري وكمان بالتالي بالتبعية أثر على الانتاجية أو متوسط انتاجية الفدان عامة فعامة هنا في مصر بيوصل متوسط انتاجية الفدان من عشر ونص طن للفدان في بعض الدول اللي هي بتنفسنا في السوق بتوصل الانتاجية لخمستاشر طن للفدان زي تركيا وزي جنوب أفريقيا فدي بعض الدول اللي عندها متوسط عالي لانتاجية الفدان اللي احنا بنأمل وبنحزن إن شاء الله نوصل للانتاجية دي بإذن الله خلينا نتكلم بواجهة عام عن الموالح الموالح اسمها بتتبع عائلة العائلة السازبية اللي هي الروتيسي في منها ثلاث أجناس أهمهم هو جنس السترس اللي بيتبع تحتي كل الأصناف والأنواع الاقتصادية اللي في العالم كله في جنسين تانيين يعني بيبقى ثلاث أجناس هو أول حاجة جنس البرونسيرس وده بيتبعوا البرتقال سلاسي الأوراق وده المجموعة دي متساقطة الأوراق هي الوحيدة في العائلة الروتيسي دي اللي هي متساقطة الأولاق فيه جنس التاني جنس الفورتينيلا وده بيتبعوا الكومكوات سواء المستتير أو الكراوي بعد كده الجنس التالت هو جنس السترس زي ما قلناه ده بيتقسم لأربع مجميع مجموعة المجموعة الأولاقية هي مجموعة البرتقال البرتقال سواء حامدي أو زي الترونج وغيره والبرتقال الحلو زي الفالينشيا والسكري والبرتقال بصرة وبقى أصناف البرتقال الخليلي وبدمه والشاموتي واليافاوي كل دي من مجموعة البرتقال المجموعة الثانية هي مجموعة اليوسفي يندرج تحتها معظم أصناف اليوسفي كلها اليوسفي التنجرين والمندري ويوسفي الساتيجومة والكلمونتين ويوسفي البلدي بتاعنا طبعا بعد كده مجموعة الحميضية ماشي هي مجموعة الليمون سواء الليمون أضاليا أو الليمون البنزهير بتاعنا اللي هو البلدي المجموعة الرابعة والأخيرة مجموعة الليمون الهندي ودي تحتها الجريف فروت والشادوك ودي استخدامها وهي منتشرة جدا في دول جنوب شرق آسيا واستخدامها في الغالب بيبقى استخدامات العصية هل احنا بنحقق الاكتفاية ذاتي من كل هذه الحاصلات الخاصة بالموالح في مصر يا دكتور؟ الحمد لله في الأولنا الأخيرة وفي الفترة بتاعت جائحة كورونا كانت مصر بتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح للعالم كل ماشا الله والحمد لله في الفترة الأخيرة آخر عشر سنين احنا في المرتبة الأولى في الانتاجين اه اه بقينا الحمد لله من أهم خمس دول مصدرة للموالح على مستوى العالم طبعا احنا بنصدر لبعض الدول الأوروبية وبنصدر لبعض الدول العربية زي السعودية والإمارات وقطر ومعظم الدول العربية تاخد انتاجة من الموالح من عندنا من في مصر الحبيب بس هتكلم عن القيمة الغذائية القيمة الغذائية القيمة الغذائية لسمار الموالح بصلا بفصل الشتاء احنا احنا امس الحاجة لفيتامين سي وكلنا يعني اي طبيب بينصحنا دلوقتي ودكتور تغزيب بقول لك لازم تكسف يعني من تناول الموالح في هذا التوقيت الحمد لله الموالح بتمتاز بانها تحتوي على مجموعة مجالات مجموعة كبيرة من الفيتامينات اهمهم طبعا فيتامين سي وفيتامين بي وفيتامين ألف بالاضافة لبعض الاحماد العضوية زي السيتريك والسكوربيك أسد كمان بتحتوي على بعض الاملاح المعدنية والعناصر الضرورية اللي هي الهمة لبناء الانسان وخاصة بتعوض بقى الفقد في الاملاح وبعض مضادات الاكسادة الموجودة اللي هي بتاقي الانسان وبتعزز من منعته لمقاومة الأمراض البرد اللي هي بتبقى المنفلونزا اللي هي بتبقى منتشرة في الفترات خلال الفترات الشتاء كمان برضو بتحتوي على زي ما قلنا أملاح زي الماغنيسيوم والكالسيوم والسوديوم دي برضو بتعزز من المناعة وكفاية العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان المساحة المزروعة في مصر تقريبا قدية من الموالح والكمية الخاصة بالانتاجهة سنويا قدية هي أخر خمس سنين حصل تزبزب شوية في زراعة الموالح والقبال عليها لأن في بعض الفترات حصل فيها اني قفات في الأسعار فبعض المزرعين أدى إلى تقليع الأشجار وزراعة بعض المحاصيل التانية بس هو عمتا الحمد لله المساحة دلوقتي بدأت في الإزدياد طبعا عشان كل ما بيفتح نوافذ تصدرية كتير فبالتالي بيشجع على الزراعة في الزراعة أصناف جديدة من الموالح في مصر عشان تلبي الإحتياجات دي بلغت المساحة الإجمالية في مصر 500 ألف الفدان بمتوسط انتاجية 4.5 مليون طن سنويا بيحتل منهم البرتقان حوالي 70% من إجمال انتاجية الموالح وبيالي بعديب اليوسفي بيحتل 22% ثم بعد ذلك بيجي الليمون وانتاجيته مع بعض الأصناف التانية بيتمثل حوالي نسبة 8% من انتاجية الموالح عامة بتزود المساحة زي إدخال واستنباط أصناف جديدة خاصة زي البرتقان الصيفي نزل منه كذا صنف بعض الأصناف والسلالات اللي جاية ببرتقان الأبو سرة برضو عشان الإنتاجية بتاعتها إدخال بعض الأصناف التانية زي اليوسفي كرامونتين واليوسفي الصيني وبعض الأصناف التانية من الليمون اللي هي بتلبي احتياجات ولها نافذة تصديرية عشان تبقى مصر اللي هي الساب في الانتاجية والتصدير كمان طيب أهم العمليات الشتوية في التوقيت ده اللي احنا ممكن ننصح بها مزارع الموالح ممكن ياخدوا بالهم من إيه ويعملوا إيه فانجان للأشجار بتاعتها هو أهم حاجة الحمد لله إن الفترة بتاعت الفترة الماضية عدت من غير أي مشاكل خالص بحيث إن أنا أحاول أتلافي تأثير السقيع على الأشجار لأن الموالح من أشجار الفاكهة الاستوائية ليه حساسة جداً لتعرض لانخفاض درجات الحرارة وطبعاً كل ما بيتمخفض درجة الحرارة أكتر كل ما بيزيد تأثير هذه الموجات السقيع ضرر وضررها بيكون بالغ على الأشجار فالتالي السقيع ممكن يوصل يوصل لضرر كامل للنموه الخضري ولو خاصة احتراق الأوراق ممكن يوصل كمان لو انقفضت كمان عن درجة الحرارة لأربعة درجة مووية لسفر درجة مووية بتعمل على تدمير وموت للأشجار الكامل فبالتالي أنا في الفترة دي اللي أنا أقدر أعمله أن أنا أعمل انتظام فيه الراي وأحاول أقلل من تأثير السقيع أو النزول السقيع على النموه الخضري للأشجار بعد كده بقى أجي فيه نهاية شهر ديسمبر بقى أتبع برنامج الخدمة الشتوية للأشجار هو تنزيل السماد العضوي مع بعض الأسمد المعدنية والكابلات الزراعي باهتم كمان بمقاومة الأمراض الفطرية زي البادي دي اللي بتبع منتشرة في هذه الفترة نتيجة ارتفاع الرطوبة خلال فترة الشتاء كمان بحاول برضو ألاحظ مستوى الماء الأرضي عندي بحيث أن أنا لو في الأراضي القديمة اللي هني الموالح حساسة جداً لأمراض التصمغ اللي هي بتبقى ناتجة عن اتفاع مستوى الماء الأرضي وبحيث أن أنا برضو أعمل جدولة لعملية الراي بحيث أنها تتناسب برضو مع الظروف بتاعة المجموع الجزري اللي النامي في هذه المناطق يعني في ظل التغيرات المناخية العالمية وده أعتقد تحدي كبير جداً بياجه العالم لو تكلمنا على الشق المتعلق بالموالح إيه اللي احنا محتاجينه بحيث أن يكون عندنا فندم أصناف جديدة ممكن قادرة أنها تواجه تغيرات المناخية أو إيه اللي محتاجه محصول الموالح عندنا في مصر تحديداً؟ والله هو أنا بحاول أتوافق مع الظروف المناخية بحيث أن أنا أقل من تأثيرها على الأشجار يعني أولاً لم يثبت لحد الآن أن في صنف بيبقى مقاوم للتغيرات المناخية وخاصة أن التغيرات المناخية دي ممكن تبقى لها أكثر من شق ممكن الاتفاع درجة حرارة عالية أو انخفاض جامد في درجة الحرارة فماش هتلاقي نبات بيتواعم على الحاجات دي كلها إحنا بنحاول بالممارسات الزراعية والأساليب الزراعية إن أنا أقلل أو تلافق تأثير هذه التغيرات المناخية على الأشجار فطبعاً في بعض المناطق بيبقى التأثير بيبقى واضح وبعض الأصناف بيبقى أكثر حساسية للتغيرات المناخية زي مثلاً صنف البرطوانة بصرة برطوانة بصرة من أكثر الأصناف اللي هي بتتأثر جامد بالتغيرات المناخية سواء ارتفاع درجة الحرارة أثناء فترة التزهير والعقد فده بتأدي إلى جفاف المياسم ولو استمرار برضو ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي إلى تساقط الأزهار وبالتالي فشل أو قلة المحصول بتاع برطوانة بصرة فمن ضمن المحصيل هي برطوانة بصرة أكثر المحصيل حسية للتغيرات وخاصة من ارتفاع درجة الحرارة كمان الرطوبة الجوية كل ما كان المناخ جاف أثناء التزهير كل دم برضو بيؤدي إلى مشاكل فشل عملية التقيح والإخصاص في البرطوانة بصرة وفي الموالح عامات بوجهة عام يعني المدى الحراري المناسب لانتشار والنمو الأمثل للموالح بيتراح من 20 إلى 30 درجة مقوية طبعا أقل من كده وأكثر من كده بيحصل فيه تغيرات أو تأثير طبعا للتأثير ده بيتبعوا تأثير على النمو الخضري وعلى التأثير على النمو الزاهري بعد كده بيأثر على الانتاجية أو الإسمار عامة يعني طيب دكتور فريد يمكن تقلبات الجوائزة مثلا اللي بتبقى بنتفاج بها في اليوم الواحد يمكن هزا الاسجوع بقى شهر بعض تغيرات ملاخية منها ارتفاع في درجات الحرارة في فترة الظاهرة بتصل لخمس درجات هل ده بيبقى ليه تأثير على أشجار الموالح في الفترة دي يا دكتور؟ طبعا بيبقى له تأثير كبير جدا طبعا هو ارتفاع درجة الحرارة خلال النهار بيشجع النبات على النمو الخضري وبيشجع الجزور على الامتصاص فبالتالي لما بتنخيف الدرجة الحرارة بالليل ولو حصل في موجات سقيع ولا حاجة هيبقى تأثير أكثر لأن كل ما النبات بينمو والجزور بتبدأ تقوم بعملات الامتصاص فبيشجع على خروج نموات جديدة والنموات الجديدة دي بتبقى أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية أو حدوث السقيع وخاصة إذا كان السقيع ده بيجي في على هائة موجات أو على فترات يعني تمام طيب عايزين برضو أهم عمليات الخدمة اللي تنصح بيها مزارع الموالح بحيث أن هم أطول أيام السنة أكتر حاجة ممكن تقولهم ياخدوا بالها من إيه وأكتر حاجة بيقعوا فيها يعني أخطاء الكثيرة جدا اللي ممكن يعني تنصح بيها أخواننا مزارع الموالح يعني هو خلال مثلا فترات الصيف أن أنا بحاول أنظم عملية الرأي شوية بحيث أن أنا بأبدأ ألبّي احتياجات الشجرة الاحتياجات المائية للشجرة وإضافة الرأي عن طريق في وقت الصباح الباكر أو آخر النهار بتجنب الرأي أثناء فترات الظهيرة بحاول لو ارتفاع درجة الحرارة بحاول أزود الاحتياجات المائية شوية للشجرة لأن الارتفاع درجة الحرارة بيؤدي إلى فقد الماء من الأوراق عن طريق خاصية الباكر النتح ودي بالتالي بتخلي الشجرة تبقى تحت جهات حرارة فبالتالي أحاول أن أنا أزود أو أساعد الشجرة أن أنا أديها أزيد شوية من الاحتياجات المائية اللي هي في خلال الفترة دي من الاحتياجاتها المائية كمان تنظيم الرأي زي ما قلت لحضرتك يعني هتجنب الفترات اللي بتشتد فيها درجة الحرارة أن أنا أروي فيها يعني أحاول أخلي الرأي بتاعي يبقى في الصباح الباكر أو آخر ما ها كمان تنظيم الرأي على فترات متقربة برضو عشان أقلل من تأثير الباكر النتح عن طريق الأوراق طبعا اتباع بعض الأساليب أن أنا مثلا لجوء لنظم الزراعة الكسيفة بحيث أن أنا أقلل من سطوع دوء الشمس على الأشجار وده بيأرضو بيقلل من تعرض السمار للاسعات الشمس خاصة في بعض المحاصيل أو الأصناف في الموالح اللي بتبقى حساسة جدا للاسعات الشمس زي البرتوان الصيفي ده برضو بيأثر على القيمة الاقتصادية للسمار وقيمتها غزائية طيب التوزيع الخاص بخريطة الموالح في مصر فين في محافظات الجمهورية كمان؟ هو الحمد لله في إحنا عندنا ثلاث مناطق متبينة شوية في الظروف المناخية ده أدى إلى تنوع وتوزيع للخريطة الصنفية لبعض توزيع بعض أصناف الموالح فمثلا هنلاقي في منطقة بتاعة شمال مصر ومنطقة الدلتا بتتركز بعض الأصناف زي البرتوانة بسرة ويوسفي المركت وبعض الأصناف اليوسفي الجديدة واليوسفي البلدي هنرجع بعد كده لبعض أصناف بعض مساحات صغيرة من البرتوان خش بعد كده على منطقة مصر الوسطى دي بتركز فيها بعض زراعات البرتوانة زي البرتوانة الصيفية والبرتوانة بسرة النسبة قليلة منه برضو بالإضافة إليها بعض الأصناف بعض الأصناف اليوسفي الصغيرة وبعض مساحات صغيرة من اللي يمور المنطقة مصر العليا اللي هي جنوب مصر بتركز فيها بعض الأصناف اللي هي الملونة زي البرتوانة الأبو دمو وبعض الأصناف باقي مساحات الليمون لأنها بتتحمل أكثر تحملاً من البرتوانة والبرتوانة بسرة للحرارة اللي هي مجموعة الليمون ستلاقي ممكن تتركز زراعات الليمون البلدي والليمون الأطالية والليمون المالح في منطقة جنوب مصر والله دكتور نعتمنى رب التوفيق والفترة اللي جاي ان شاء الله بإذن الرحمن يكون في توسح في زراعة الموالح خاصة ان احنا الحمد لله بنمتاز في مصر بزراعة والانتاجية الوفيرة واللي حتى صنف السمر المطبقة للمواصفات واللي بتحظى باهتمام كثير من الدول اللي بتحرص على استراد الموالح من مصر نعتمنى رب كل التوفيق ان شاء الله وبإذن الرحمن العام بعد الآخر تحاقق مصر تفارات في كافة الحصارات الزراعية من الناحية التصدرية وعلى رأسها الموالح شرفتنا يا دكتور والله شكرا لحضتك فاني شكرا لحضتك فاني شاكر جدا لحضتك الدكتور فريد محمد رحيم عطية باحث بقسم تكنولوجيا الحصارات البستانية بالمركز القوملي البحوز شكرا لكم شكرا يا أستاذ عاصم شكرا لحضتك نسم كاملين معاكم إن شاء الله موشنا الكرم بعض الفاصل فقرة حواري لأخرى من نهار جديد انتظروه شكرا للمشاهدة